يعني أنت تقدر تقول أن في حرب حقيقية بين إسرائيل جيش الاحتلال وبين الشعب الفلسطيني دي حرب زيها زي حرب روسيا وأوكرانيا أنت في حربين الآن في العالم حرب روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المرة دي مختلفة دي الموقف المصري موقف كبير جدا احنا عشان نتكلم عن موقف المصري عشان ما يتقلش عننا ان احنا نتكلم بشفنية لا تعال بص على شواهد الموقف المصري ونتائجه اخر حاجة مثلا على سبيل المثال موقف الرئيس جوزيف بايدن في بداية الازمة من يوم 7 اكتوبر وشوف موقفه في البيان اللي اعلنوا البيت الابيض واعلنوا المتحدث باسم الارس الجمهورية قبل قليل شوف شوف مدى التباين بين الموقفين من المنتهى التشدد والتعنت من الى التوافق من الاقصى الى الاقصى على طول الاقصى حتى ان الرئيس جوزيف بايدن جاء في زيارة الى تل عبيب والتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي واعلن تصرحات يعني منحازة كل الحياة شوف حجم التغير في الموقف الامريكي الان اليوم الرئيس الامريكي بيتحدث عن السيناريو المصري الذي رفضته القاهرة منذ اللحظة الاولى هو لا للتهجيل قصريا لا للتصفية القضية الفلسطينية مع دخول الشاحنات الى قطاع غزة امر لا يقبل الجدل احنا النهاردة لحد النهاردة كان 47 شاحنة احنا قبل قليل بنتحدث عن 100 شاحنة هيدخله بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس السيسي والرئيس جوزيف بايدن ان نتحدث عن دور مصري دور مصري انظروا عليه منذ البداية